يصدف البيت العربي بالعاصمة الإسبانية مدريد معرض المغاربة للفوتوغرافية المغربية الراحلة ليلى العلوي المعرض المنظم بين سابع يون الجاري والثاني والعشرين من شوتنبر المقبل يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية بالحجم الطبيعي أنجزتها الراحلة في عدة مناطق وجهات من المغرب ويشكل لحظة تكريم ووفاء لمسارها كفنانات ملتزمة وإنسانة كريمة مرهفة الأحاسيس بعد أكثر من ثلاث سنوات عن رحيلها المفجع ضحية لهجمات واقادوغو الإرهابية يتعلق الأمر بمعرض هام يضم صوراً سهمت في شهرة الراحلة ليلة العلوي المعرض يضم ثلاثين صورة التقطتها بمختلف مناطق وجهات المغرب تعكس بحق طريقة لباس المغاربة بالطريقة التقليدية والتنوع والتعدد الذي يميز عادات وتقاليد المجتمع المغربي كما تبرز تأثر الراحلة بأسماء كبيرة في مجال الفن الكلاسيكي وفنانين فوتوغرافيين كبار الكشف عن سلسلة الصور الفوتوغرافي الشهيرة المغاربة للجمهور وعشق الفن والمتتبعين يندرج في إطار الدورة الثانية والعشرين لمهرجان صور إسبانيا بتعامن وتنسيق مع تفارة المغرب بمادريتا هذه الصور الفوتوغرافية تشكل كنزا بصريا يضم صور مغاربة ومغربيات من مختلف الأعمار والانتماءات الجغرافية ومن مختلف المناطق والمدن والقرى تؤكد جميعها الانتماء الأكبر لرقعة جغرافية بكل ما تعنيه من تمثلات وقيم تنعكس في الاختيارات الجمالية والسلوكية لقاطنها المعرض يمثل مشروعا اجتماعيا وانتربولوجيا كانت الفنان الراحلة ترغب من خلاله الاحتفاء بكل هذه العادات والتقاليد المغربية العريقة والتأريخ لها هذا المشروع الذي يعرض في العديد من البلدان وفي جميع أنحاء العالم يجسد التزام الراحلة التي أضحت رمزا عالميا لفن التصوير الاجتماعي الفوتوغرافية المغربية الراحلة درست تصوير الفوتوغرافي في جامعة مدينة نيويورك وكانت أعمالها الفنية ترتكز على بناء الهوية والتنوع الثقافي والهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسطة وكانت تستخدم فن التصوير الفوتوغرافي وتقنيات الفيديو للتعبير عن الواقع الاجتماعي عبر لغة بصرية تمزج بين حدود الفن التوثيقي وفنون التصوير ترجمة نانسي قنقر